تحتفل العديد من الدول حول العالم في الأول من شهر مايو بعيد العمال ويعتبر هذا اليوم عطلة رسمية في أكثر من مائة دولة ويعود تاريخ هذه المناسبة السنوية للقرن التاسع عشر وتقام لإحياء ذكرى النضالات والمكاسب التاريخية التي حققها العمال والحركة العمالية اليوم الأول من شهر مايو كل عام يحتفل العالم بعيد العمال قلب الأمة النابط وعمودها الفقرية فهي مناسبة سنوية يعود تاريخها للقرن التاسع عشر وتقام لإحياء ذكرى النضالات والمكاسب التاريخية التي حققها العمال والحركة العمالية فرغم ارتباطه عموما بالحركات اليسرية والعمالية الاحتجاجية إلا أن عيد العمال تعد هذه الحركات بمرور الزمن ليصبح رمزا لنضال الطبقة العاملة من أجل حقوقها في عام 1856 كانت الشرات التي اتسلطت الضوء على مطالبهم بعد أن نجح عمال البناء في مالبون وسيدني الذين عرفوا حينها بحركة الثمانية ساعات بتحقيق مطالبهم بتخفيض ساعات العمل لثمانية ساعات يوميا وكان هذا النجاح فيما بعد حافزا أمام ماليين العمال الذين اتخذوا من عمال أستراليا قدوة ومثالا يحتذا به وقرروا التظاهر لتحسين أوضاعهم وخاصة في الولايات المتحدة وتحديدا بولاية الشيكاغو التي شادت مظاهرات حاشدة في عام 1886 راح ضحيتها عشرات العمال لتمر من بعدها السنوات حتى أقرت الولايات المتحدة الأول من مايو يوما لعيد العمال ومن ثم تباعا اتخذت معظم دول العالم النهج ذاته وأصبح الأول من مايو عيدا رسميا للعمال تقديرا لجهودهم وفي بعض الدول يتم اختيار الشهر ذاته مع اختلاف اليوم وفي هذا الإطار قررت مصر في عام 1964 الأول من مايو عطلة الرسمية بهذه المناسبة حيث يلقي رئيس الجمهورية خطابا أمام قيادات العمال واتحادات العمال يوجه فيه التحية للعمال في عيدهم اعترافا بدورهم في نهضة الوطن وتقدمه فهم من أهم الركائز التي ترتقي بها الدولة لتتبوأ مكانها في مصاف الدول المتقدمة وتتمكن من تحقيق مجتمع الرفاغية والعدل والسلام إلى ذلك أصبح عيد العمال ليس مجرد يوما للاحتفال وإجازة رسمية فقط بل فرصة تتجدد كل عام وتحرص النقابات على اقتناصها من أجل تحقيق المزيد من مطالب العمال واحتياجاتهم وسدياجاتهم